أنا متدق قوي أنا متدق قوي بقى إن حاجة زي دي بالذات ما كنتش أعرفها من بدري لأن مبساطة شايفي الكلام اللي أنا بقوله بيتكتب قدامك على الفيديو حاجة مهمة زي دي ده هو خدن كتير لغاية لما جبت لها الحل والحل هنا بتمثل في إضافة بتضاف على برنامج المونتاج سواء البريمير أو على الأفتر إفكتس وكون إنها إضافة دي حاجة مميزة جدا هتعرف قوتها كمان شوية هتقول لي يا يا عم ده تقديم قوي ده فيه أبليكيشنز على الموبايل أو مواقع أونلاين بتقدر إنها تكتب لك الكلام اللي بتقوله على الفيديو بتاعك بشكل أوتوماتيك ده حتى البريمير نفسه ممكن يكتب لك الكابشنز بتاعك على الفيديو بشكل أوتوماتيك هقولك إن انت عندك حق بس خلينا لفت نظرك لحاجة لسه إيئلك عليها إحنا هنا عندنا إضافة بتتضاف جوه برنامج البريمير أو المونتاج نفسه ومش بس كده اللي إحنا بندور عليه إنها تكتب لي الكلام من اللغة العربية ومش كده وبس لأ بوشكاش محفوظ بيضح النهاردة كون إنها بتكتب لك الكلام جوه برنامج البريمير ده معناه إن انت بيبقى عندك تحكم كامل على كل التكست بتاعك تقدر تغير من الستايل بتاعه، مكانه، الفونت، مقاسه، أي حاجة ونقطة كمان مهمة مش أي حد يعرف التركية دي بالذات بس برضو خلينا أقولها لك عشان أنت حبيبي بما إن الإضافة دي بتعملك الكابشنز على الفيديو بتاعك فانت دلوقتي تقدر تاخد الكابشنزيت وتصدرها أو تعمل لها إكسبورت لوحدها وتقدر تاخد الملفة دوت بمنتهى البساطة ترجمه على جوجل بأي لغة انت عايزها وترجع تضيفه تاني وتعمله إمبورت على البريمير ومبروك عليك يا معلم ترجمة فيديوهاتك لكل اللغات اللي انت عايزها تحمست جداً للموضوع صح؟ هات المشروب اللذيذ بتاعك وتعال معايا نشوف الإضافة اللي اسمها سابس دوت اي ار بتقول ايه بالظبط؟ يلا بنا نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا هلا والله أنا عمر عطالله فباسم الله الرحمن الرحيم ده الموقع بتاع الإضافة بتاعتنا اسمه سابس دوت اي ار وهكون نسا بقول لك في ديسكريبشن تحت كل اللي احنا محتاجين نعملون ان احنا نتكع على جرب مجاناً وبتعمل الاشتراك بالأكاونت بتاعك أو الإيميل بتاعك بشكل بسيط جداً بعد كده بيبعتك على صفحة التثبيت بيقول لك خطوة بخطوة باللغة العربية كمان ازاي تنزل عندك الإضافة ديك اول حاجة بتدى ان انت تنزل وتثبت عندك على النظام التشغيل بتاعك اللي هو بتعمله من هنا وبتعمله بنفس الخطوات اللي هو بيقول لك عليها دي بعد كده بتستخدم بتاعك ده بقى عشان تبدأ ان انت تضيف الإضافة نفسها على البرنامج اللي بتاع البرمير او على فبتنزل الكابس المساعد للنظام التشغيل الخاص بك لو انت وندس بتختار ديت لو انت ماك بتختار دي بعد كده بتتاكد ان انت تغافي البرمير برو او الافتر افكت ان انت تكون قافلهم وتفتح عندك الانستولر اللي انت نزلته وتسحب الفايل اللي انت نزلته سواء انت ويندوز او ماك وتضيفه على الانستولر بالشكل ده كده بالخطوات ديت بيبقى موضح لك كل حاجة في الموقع ودي حاجة لذيذة جدا وبالمجرد ما تخلص الخطوات دي بتلاقي عندك لما تفتح برنامج البرمير بتاعك بتلاقي عندك الاضافة تضافت في ويندو وبعد كده بتروح على اكستينشنز بتلاقي عندك الاضافة تضافت عندك هنا اسمها سبسة هي دي الاضافة بتاعتنا وتعالى ناخد مثال ان اللي قد تعمل الفيديو بتاعي ده وتعالى نلغي الكتابة بتاعتنا دي كده ونبدأ نعمل مارك ان بان احنا نتكح حرف الاي او ان انت تعمل مارك ان للفيديو بتاعك من هنا كده وتيجي على اخر الفيديو بتاعك او اخر الكلام في الفيديو بتاعك وتعمله مارك اوت والخطوة دي مهمة ان انت تعمل مارك انه مارك اوت للجزء في الفيديو بتاعك اللي انت عايز يتكتب عليه الكتابة بتاعتك عشان الاضافة بتاعتنا بتطلب مننا الخطوة دي بالذات ودلوقتي كل علينا نخش على ويندو اكستينشنز سبس فبتفتح معنا الاضافة بالشكل دوت كل علينا ان احنا نتكح على لوجين ويز سبس ويب سايت واحنا بالفعل كنا عاملين لوجين هنا فبيقوم هنا عامل لك ايه تم تفعيل الاضافة على طول ودلوقتي بقت الاضافة مفعلة وبتفتح معاك على البرمير بالشكل الجميل ده طيب يا صديقي من استخدامها ازاي؟ صلي بينا عن النبي بننجي عندنا هنا في الستنج انا عايز كام كلمة في اللاين في السطر بتاعي فتلت كلمات كلمتين كلمة واحدة لو انت عايز كل اللاين او كل كلمة تتقال تظهر كلمة واحدة في السطر برضو دي حاجة ترجع لك حسب اللي انت عايزه انا ممكن اصبها تلاتة كده برضو ممكن نعمل الول ما هو عايز على اقل يكون في السطر بتاعي فيه كام كلمة فاحنا ممكن نقول له كلمتين يعني على اقل في السطر الواحد يكون فيه كلمتين ومش عايز يبقى سطر عندي كلمة واحدة تتقال فدي برضو ترجع لك حسب اللصة اللي انت عايزه ممكن تلغي الوبيشن ده خالص هنا الوبيشن اللي هو بيقول لك ان انت عايز الكابشنز بتاعك تبقى من ايه؟ عايز كله يعمل لك الكلام كله من الفيديو كله كل اللي موجود في أو يعني دي يفضل ان انت تعملها عشان برضو الفيديو بتاعك ممكن يكون فيه موسيقى في بعض الاحيان حاجات انت مش عايز ترجمها حاجات باللغة تانية فانت بتختار بس الجزء في الفيديو بتاعك اللي انت عايز يتعمله ودي يفضل لو انت عايز كله برضو ممكن تختار بتاع السيكونس اللي هنا ده دي حاجة ترجع لك برضو ونيجي عند النقطة المهمة جدا بقى هنا الاوديو بتاعك الصوت المتحدس اللي هو عايزه يبدأ ان هو يقطع ويكتبه موجود في انهي تراك عندك لو جينا بصينا عندي هنا كده تراك الصوت بتاعي عندي هنا اللي هو ده موجود في مش اي وان انا عامل له ده صوت الكاميرا بتاعتي والصوت بتاعي موجود في دولت عبارة عن فانا اللي يهمني اللي انا عايز اعمله الصوت بتاعه هو موجود ده اللي هو اي تو بتأكد ان انا عامل اختياري على اي تو بس وبلغ اختياري من بقية الاختيارات اللي هنا دي كده فبالتالي دلوقتي بقول له خد بس الصوت اللي موجود في اي تو لو انت عندك الصوت اللي عايزه يكتب موجود في اكتر من صوت فبتختار كلها مع بعض وتبدأ بعد ما تحدد كل الاختيارات اللي هي البسيطة جدا دي تيجي عنده هنا وتتكي على ده كده وبكل اريحية كده تقعد زي الباشا تستنى ان هو يخلص شغل الكابشنز هنا تحط بيه اللي هو اكين الترجمة بتحط في المكان اللي تحت ده هنا كده وكمان بتنزل عندي فيه اسمه غير التراكات اللي هي بتاعتي العادية اللي موجودة عندي هنا في الفيديو بتاعي او المشروع بتاعي ودلوقتي بكل بساطة تفتح لك كل الامكانيات اللي انت عايز تعملها في التكست بتاعك لو انا عديت عليه كله كده ان هو متسنك بشكل مظبوط والسبيلنج بتاعه طلع بشكل مظبوط مفيش اخطاء املاقية ولا اي حاجة الحتة بلا لان انا قلتلك عليها ان انت ممكن تاخد بتاعك دوت برا كملف اس ار تي تترجمه في جوجل واتدخله تاني عندك بتعملها ازاي كله عليك انت بتروح على اسمها طبعا بتجيبها من لو مش ظهر عندك اسمها اللي هي البنال دي وبتيجي عندك ده بتاعك اللي هو مكتوب زي ما انت شايف كده كل الكلام بتاعك فبتيجي عندك هنا في التلات نقط اللي هنا كده تتوس عليهم وبعدها تيجي على اكسبورت اكسبورت ممكن تعمله اكسبورت كتيكست او بصيغة السي اس في او بصيغة الاس ار تي صيغة الاس ار تي دي اللي هي بتبقى زي ترجمة الافلام عغلب الناس ممكن تكون شافتها في لو بتنزل فيلم مترجم ولا حاجة فبتعمل على صيغة الاس ار تي دي وتختار المكان عندك على الجهاز وتعمل وبتيجي في جوجل عادي جدا وتكتب ترانسليت اس ار تي وتفتح اللينك الاولين container اللي هو ترجمة جوجل من المنزل دا كده وهنا بيقلك هاتلي الملف الاس ار تي اللي احنا لسه نطلعينه بنسحب ملف الاس ار تي كده ونينجي هنا كده ونرميه بتيجي هنا ده بيقول لك ده بتاعك وده الي ترانسليتد كل عليك دلالة انت تختار اللغة اللي انت عايز بتاعك او بتاعك تتغير ليها بتيجي عندك هنا في اللغة ومسلا انا هختار اللغة الانجليزية بختار اللغة بتاعتي وباجي عندي هنا وبادوس translate. وفي اقل من ثانية تحول معي التكست زي ما انت شايف كده من اللغة العربية للغة الانجليزية. ودلوقتي بقى معاك الفيديو بتاعك او بتاعك مترجم للغة اللي انت عايزها. كل اللي عليك دلوقتي ان انت تعمل ايه? بتعمل download للفايل بتاعك. فبينزل معاك برضو ومتسنك على الاوديو. متسنك يعني ايه? يعني بيبقى معاك بتاعك كل كلمة هتظهر في بتاعك ازاي بقاني وقت. فزي ما انت شايف كده بيبقى كله مكتوب قدامه بتاعه. بعد كده ناخد الفايل اللي احنا لسه عملينه ده ونضيفه عندي في البروجيكت كده بتاع الفيديو بتاعي. ويه بيبدأ اشده كده ويجي ارميه عندي في الفيديو بتاعي فبلاقي ان هو نزل معاك كده زي ما انت شايف كده بينزل معاك متسنك على زي ما انت شايف كده لو سبت ده كده هلاقي استبدل عندي اللغة العربية باللغة الانجليزية. بس انا عشان مش عايز اخصل معايا اللغة العربية فما ممكن اعمل كده كده. واجي عندي هنا في بتاع السبتايتل الكده. وهاجي عندي هنا الفرمات بتاع اللي انا عايز اضيفه سبتايتل. فبيبقى عندي هنا في اتنين سبتايتل. واحد اختفى اللي هو اللغة العربية. وهجيب اللغة الانجليزية اللي انا لسه منزله ويمسميه يعني وهشده معايا هنا كده وبنفس بتاع العربي وهسيب زي ما انت شايف كده نازل معايا. ودلوقتي لو بصيت عندي في الفيديو. هتلاقي الفيديو بتاعي بقى مترجم للغة الانجليزية. ويقيس على كده بقى اي لغة انت عايزة عايز تكتب كلام باللغة العربية انجليزية فرنساوي اسباني. بقيت انت دلوقتي. طيب انا عايز اعمل زي ما انا عملت عندي هنا كده في الفيديو الاساسي بتاعي. بص عندي هنا كده. انا عامل الكتابة بتاعتي كأنها زي ما اتشايف كده. فتعال انطبق الكلام ده دلوقتي على اللغة الانجليزية اللي معايا دي كده. كل اللي علينا انا عمله دلوقتي ان انا هختار اللي انا عايز احولها من عندي من سبتاتل بتاعي اللي كان هنا باللغة الانجليزية بقى عندي زي ما انت شايف كده عاتي جدا. كل اللي علي دلوقتي ان انا عايز احول في اي حاجة اختار كل بتاعي كده المكتوب اللغة الانجليزية. وهي هخش عندي من ويندو اسنشل جرافيكس. هفتح معي القائمة اللي هي دي هنا كده. وابدأ بقى اختار كل حاجة انا عايزها. والفونت والستايل. نوع الفونت بتاعي ومقاسه والستايل بتاعه. كل حاجة انا محتاج ان انا اغيرها هنا. على سبيل المسال مسلا انا عايز اغير مكان الفونت بتاعي كله مرة واحدة فانا ممكن ارفع الفونت بتاعي بالمنزل ده كده. فانا هخلي الفونت بتاعي بيتكتب في المكان ده هنا كده بالزبط. وممكن اغير النوع الفونت بتاعي هخليه وممكن اعمله وممكن اغير اللون بتاعي بتاع redext. مثلا اخليه باللون الاصفر كده بالمنزل ده كده بيبقى جميل. فكل دي مميزات لكون ان انا عندي اضافة جوا برنامج للمونتاج بتاعي ان انا بعمل كل حاجة جوا برنامج بتاعي بالاضافة فقط. للنقطة المهمة جدا ان انا دلوقتي خلص الفيديو متاعي وهعمل له اكسبورت. فانا دلوقتي بعمل اكسبورت للفيديو بتاعي فاينال. ما باتطرش ان انا ارفعه على او تطبيق لموبايل او ان انا ارفعه على ويب سايت خارجي. ومنه او الويب سايت دوت بيعمل له اكسبورت مرة كمان وبينزل لي او بيضغط لي الجودة بتاعته. ما بيبقاش افضل حاجة او الماكسمام كواليتي ده انا متلاحها من برنامج المونتاج بتاعي. فاتمنى ان انا اكون اديتك حل الحاجة الممكن تكون انت بتدور عليها بس تنويه اخير وبسيط جدا اي تطبيق موبايل او اي موقع خارجي بيكتبوا حتى البرمير برو كل دي حاجات مدفوعة. فاكيد برضو الاضافة هي مدفوعة هي كمان. ولكن النقطة هنا لو انا هدفع في حاجة انا عايز ادفع في حاجة قيمة مقابل سعر. والقرار في الاول في الاخر حسب احتياجك وحسب شغلك انت. وبس كده اتمنى ان تكون اعمل تلاك الفيديو ويسبسكرايب اشتراك في القناة لو انت لاسي ما اشتركش في القناة. وباذن الله مستنى اشوفك الفيديو اللي جاي انا عمر عطالة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.